إن من الناس من يعتقد أن أولياء الله هم أولئك الراقدون في الأضرحة أو تحت القباب وإنما الولي هو المؤمن التقي أيًا كان شأنه في الدنيا فمن كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون والولي مأخوذ من الولاء وهو القرب فولي الله هو العالم بالله المتقرب إليه بالمواظبة على طاعته المخلص في عبادته وأولياء الله هم الذين يحبون ما يحبه الله ويبغضون ما يبغضه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وأما زعم استغناء الأولياء عن اتباع النصوص الشرعية بما يقع في قلوبهم من العلوم الإلهية فكذب وضلال ولا يشترط أن تظهر على أيديهم الكرامات لذلك قال الأئمة لو رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنعيء وليس لأولياء الله شيء خاص يتميزون به عن عموم الناس من ملابس معينة أو قصة معينة أو غير ذلك والأولياء ليسوا بمعصومين بل يجوز عليهم الخطأ ولكنهم لا يصرون عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فالمؤمن الظالم لنفسه معه من ولاية الله على قدر إيمانه ومعه من ولاية الشيطان على قدر عصيانه وأفضل أولياء الله رسله وأنبياؤه وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين فتولى أولياء الله واحذر من معاداتهم فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب